مذكرات تعتبر شهادة على اللي حصل في مصر بشكل حقيقي وثيقة إيدانا الأكبر المسؤولين فيها ومن مين؟ من واحد من أهم الناس اللي مسكوا مناصب في تاريخ البلد لكنها اختفت في غمضة عين وما حدش عارف إيه اللي حصل لها إيه حكاية المذكرات دي؟ إزاي اختفت؟ يطرقات ممكن تدين مين؟ كل ده أكتر هتعرفوا التقرير ده من خمسة بالعربي مين ينسى اسم الوزير الراحل كمال الشزلي واللي كان واحد من أهم أركان نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مش نظام مبارك بس ده كان رجل العصر في الأنظمة اللي حكمت مصر من ساعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتى السادات حتى مبارك وفي ساعة 2002 قال الشزلي إنه بيعمل مذكرات عن سرطة الزاتية والسياسية واللي اعتبرها كثير من الناس وقتها إنها هتكون خطيرة جدا حتى لو قليلة وأكت فيها أمور بالدين الرئيس الراحل حسني مبارك ونظامه وأولاده اللي كان بدأ يلمع اسمهم وقتها ولما سألوا الشزلي وقتها إن كان هيقول كل حاجة في المذكرات دي رد عليهم بالتأكيد إنه مش هيقول غير الحقيقة وإنه بس محتار في اختيار عنوان مناسب للمذكرات ومش عارف يختار أي واحد من العنوانين دول شاهد على التاريخ ولا تاريخ نائب عن الأرياء قال كمان إنه قطع شود كبير جدا في تدوين ذكرياته عن طريق التسجيل على شراية الكاسد وبتتضمن تفاصيل نشأته السياسية ووقوده في السلطة والبرلمان والحزب الوطني صحيح إن البعض اعتبر إعلان كمال الشزلي عن قيامه بتدوين مذكرات سياسية وقتها عبارة عن منورة من راجل مغضور به ومجروح بسبب صلاحياته اللي قلت ومساحات نفوزه اللي تم استقطعها لصالح آخرين وقتها بس اعتبروا إن الأمر المذكرات ده مجرد شائعة سياسية جديدة وراهن تنين على إن الشزلي أسكى من إنه يكتب مذكرات تتضمن تفاصيل وأسرار حقيقة وإن كل اللي يقدر يعمله هو إنه يكتب صرته الذاتية ويحكي الأمور العامة لكن مع ذلك فضلت المذكرات دي تسبب قلق كبير جدا للمسؤولين وخصوصا اللي كان قريبين منه زي يوسف والي وزير الزراع الأسبق والدكتور فتح سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وده الأمر اللي فصره كتير من المرأبين بإنه مرتوط ببداية ظهور اسم جمال مبارك واللي كان بيمثل أحد الوجوه الجديدة سواء في الحزب الوطني الحاكم أو حتى في السياسة لكنه ما كانش على وفاق مع الشزلي باعتباره من الحرس القديم لكن مع رحيل كمال الشزلي عن عالمنا فأواخر 2010 رجعت سيرة المذكرات دي تاني واللي تقال بحسب عدد كبير من المصادر أن أسرته تعرضت لضغوط كبيرة جدا وتهديدات علشان تنكر وجود المذكرات دي زي ما هم قالوا وقال الإعلامي محمد الباز في توثيقه الموضوع ده أنه كتب تقرير قبل كده عن المذكرات الغمضة في مصر ومكان ما بينها مذكرات كمال الشزلي وقال وقتها عن الشزلي قربي خلصها مش بس كده ده الباز كمان قدم عدد من الدلاء اللي ما تقبلش الشك أبدا أنه فيه مذكرات فعلا واستنت في كده عالكلام اللي سمعوا من أن اللي بيكتبوا مفهوش أي حاجة تدعو للقلق لكن الباز قال إنه بعد ما نشر الكلام ده قامت القيامة بسبب إن الشزلي كان غضبان جدا واعتبر إن اللي بيتم نشره ده من التشهير دي ونفى تماما إنه تكون فيه مذكرات من أي نوع وقاله وقتها من الأحداث اللي عاشها تخصه لوحده لأن اللي ممكن يقوله هيكون فيه مساس بالأمن القومي المصري فهل فعلا المذكرات دي اختفت ولا ما كانتش موجودة من الأساس؟ ترجمة نانسي قنقر